اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات اتكلمنا المحاضرات الفاتت وقلنا وتعرفنا يعني ايه احنا دي قدر نعمل ايه من كمان اتعلمنا ازاي نعمل بتاعنا على المحاضرة دي ان شاء الله هنشتغل على حاجة مهمة جدا وهي ازاي اختار تصميم للاستور بتاعي الاول تعالوا نعمل لحسابنا طبعا انا عندي احنا كاريتنا من المحاضرة اللي فاتت هعمل زي ما انت شايف دي صفحة وحتلاحز على اليسار هنا هنا اسم الستور بتاعي حلو لو انا عندي اكتر من ستور على الايميل ده هيظهروا هنا برضو يا طيب يعني والسؤال هنا هل انا اقدر اعمل اكتر من ستور على الايميل بتاعي اه فيش ادنى مشكلة ليقدر تعمل اكتر من ستور هضغط عليه كده هو هيبدأ يفتح معي بالشكل ده لو انت في كور صغير ده هيبدأ يقول لك تعالى اعرفك على الصفحة رئيسية يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه والكاستمرز والانالاتك والليلة دي كلها ولكن هل هل انت النهاردة كبجينر انت فاهم حاجة من ده لو شرحت لك الهوم دلوقتي والاوردر وا 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 وفي اوردر عندنا علشان اشرح لك شكله هيبقى ازاي الهوم هو في حاجات هنا فيه رسائل جاتني من شو بي فاي طبعا لا الانالاتك هنا فيه فيه احصائيات على الموقع بتاعك طبعا لا انا لو شرحتها لك دلوقتي انت هتنساها فما لايش اي تلاتين لازمة طيب انا الخطة بتاعتي في الكورس ده ان انا ان شاء الله هاخدك لحتة اه ترضيك وترضيني انا ان انا اشرح لك الكورس بطريقة عملية جدا علشان كده انا مش هبدأ اشرح لك ده كله الكلام ده كله هنشرحه قدام يعني لما نبدأ نعمل بتاعنا طيب انت هتشرح ايه بص يا سيدي شايف هضغط عليها كده زي ما انت شايف في حاجة اسمها دي هي شكل الموقع بتاعي شكل الموقع ايه بتاعي طبعا هنا بيقول لي ما تقلقكش قل له هيظهر لك الصفحة دي هتلاقيه هنا مديك باسورد هنا هو اللي هي افتراضية طبعا ما تشغلش بالك خالص بيها فمش عايزك يعني تحطيها في دماغك خالص يعني مش مش هتعطلك في حاجة هرجع طيب احنا قلنا السينز ليه احنا هنتكلم بالسينز لان شكل المتجر بتاعي هيكون ليه تأثير كبير جدا 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 على الكاستمر اللي هي هو ايه اللي داخل يشتري من الموقع فلو تصميم المتجر او الستور بتاعك حلو وجذاب اكيد الكلاينت او الكاستمر هيقضي وقت كتير عليه ليه لان هو مريح شكلا وتصميما اختراك التصميم ليه عامل او عامل رئيسي ان الكاستمر او الكلاينت يقعد عندك في الستور حتى لو هو مش عاجبه حاجة معينة مع مع وجوده على الستور فترة اطول فاكيد يعني هيتصفح المنتجات فاكيد في منتج اكيد في منتج هيعجبه طيب حتى لو ما عجبوش منتج حتى لو ما عجبوش منتج او وعجب ومنتج وكتب ايميل وما كملش للشيك اوت بتاعه متعلقش او في اللحظة دي هيدي لك مسج ان في فلان دخل ودخل ايميله وما كملش للشيك اوت بتاعه طب احنا هنستفيد ايه لا هنستفيد كتير ودي خطط في التسويق اللي جاية بتاعتنا ان شاء الله هنستخدم الايميلات دي وهنبدأ نبعات له تاني ونقول له تعالى ده احنا عندنا عروض واوة الاستراتيجيات دي هنتكلم فيها قدام طيب انا دلوقتي لو فتحت قلنا هنروح للسيم هيفتح لي الصفحة دي هو باي ديفولت مديني دي بوت اللي هو ده السيمز الديفولت اللي هو مدهيلي او موفرهولي الشيبوفاي لو نزلت التحت هلاقي عندي بص فري سيمز وشيبوفاي سيم ستور لفري سيمز دي دي سيمز فري موفرها لي الشيبوفاي اقدر اختار منها اي حاجة واطبقها واركبها على الموقع بتاعي الشيبوفاي سيم ستور هنا بقول لي براوز فري ان سيليكتد بايد سيم المكان ده لو انا دغط عليه هيوديني على سيمز او تيمبلت مدفوعة ومجانية لو دغط عليها كده هيدخلني عليها ينوم زي ما انت شايف كمية تيمز غير عادية غير عادية بالمرة ده دي لو انت عايز تحدد مسلا الالكترونيك المتجر بتاعك هيكون ارت ولا فرنيتشار ولا هيلس العسب الكوليكشن برضو يعني حاجة بصراحة عظيمة جدا تمام هنا طبعا الاسعار هنا هنا ده فري 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 كل ده فري هنا بمية وستين دولار هنا بمية وتمانين دولار هنا بمية وتمانين دولار وهكذا طيب احنا هنشتغل على ايه بص هقفل ده احنا وانا شخصيا وقدام شوية هوريكم المتاجر بتاعتي انا ببشتغلش الا على اللي هو مدهولي الشيبوفاي والله ممتع يعني ممتع بجد يعني انا شخصيا بحبه وكل بتاعتي شغال على ده ولكن بعمل فيه طبعا يعني حاجات وبدلها طيب اكشن لو انا دغطت على هنا بيقول لي وان انا اقدر اشوف شكل الموقع بتاعي ورينيم اقدر اعمله اعادة تسمية يعني لو دغطت كده هيدينه هو سمي ريبود سميه اي حاجة ان شاء الله حتك ورا لنبور مش اس اس ممكن تعدل الكود وتزبط اا الدنيا وكمان تقدر تعمله ده ولو انت عايز تشوف شكله تعال نضغط على ادي شكل المتجر بتاعي بص سطبعا فاضي ما فيوش اي منتجات ولا اي حاجة خالص فده المتجر بتاعي حلو طبعنا دلوقتي عايز انسق المتجر بتاعي طب انا عايز تعدلها دلوقتي فاعمل ايه؟ هقول له هيوديني على الصفحة دي ده الهيدر اهو زي ما انت شايف ده الهيدر اللي فوق ده اللي هو ودي المينيو بتاعتي ولو نزلت تحت حلقي كمان الصورة دي هنا بيقول لي اللي هو ده اللي هو دي وده هيبق له قصة في محاضرة بعدين اعلمك ازاي تعمل لوجو خاص بيك وتركبها هنا بيقول لي اللي هي المينيو دي لو انت عايز تغير فيها حاجة تقدر تغيرها من هنا هو وبعدين هنا بيقول لي ايه بالصبع وده مهم قوي خد بالك هدأ هلك من الاول هطلع فوق هقفل انا روحت على فين على الهيدر المحاضرة دي مهمة جدا لان هي البداية هنا اقدر احدد اللوجو وهنا اقدر اعدل في المينيو هنا بقى يعني ايه اللي هو الشريط الاعلاني اللي بيبان فوق تعالوا نعمله هقول له الاول شو شايف زهره له فوق هعمل له اخفاء هو ده هعمل له شو بص هنا هو اهو ده الاناونسمنت بار طب انا عايز اكتب في ايه تعالوا كده انا عامل متجر فهقول له مسلا كمبيت يور بيرشيز تودي وز وز مسلا خمسين في المية دسكاونت حلو الكلام ده البار هنا بيقول لي هوم بيج قول لي لأ انا عايز يظهر في الموقع كل في كل الصفحات يبقى ظاهر حلو شايف انا بقول لي العميل ايه لما يدخل الموقع بقول له اشتري النهاردة واخد خصم كام خمسين في المية طيب الا اللي قولي الاسود هنا مش عاجبني فلو نزلت تحت على ايه البار هنا بيوفر لي ايه الوان هنا البار اللي هو البار نفسه الخلفية بتاعته تعالوا انت عايز مسلا تخلي ايه انا مسلا بيحب اللون ده الاصفرات حلو ده حلو ده حلو جدا كده انا العميل دخل عندي شايف البار ده هورغولك دلوقتي عملي حلو طيب وبعدين هنا بقول لالتيكست لونه ابيض عايزه ابيض ولا عايز تغيره عايز تغيره هتضغط على المربع ده وتختار اللي انت عايزه ولكن الابيض مع الاحمر هيبقى جميل وحيوفي بالغرض طيب كده انا عملت بار داخل المتجر بتاعي اي كلاينت هيدخل هيشوفه هيعرف ان المتجر عندي بيقدم خمسين في المية لو هو اشتنى النهاردة طبعا هنطمع اي اي عندي حلو كده انا اخلص الهيدر تقريبا هتقول لي المينيو لأ لي ليها محاضرة لوحدها اللوجو مع المينيو ان شاء الله محاضرة لوحده حلو وبعدين الحاجة التانية اللي عايز اضبطها اللي هي دي اللي هي هلاقيها تحت الهيدر اي لو انا دغط عليها كده هنا بيقول لي ايه لو انا دغط على هنا يا اما اجيب له من على او بتاعي او اي مكان انا حاطت عليه الصورة او اني اعمل له ودي بوفرها لي بص في عندك كم صور كتير جدا اهو ممكن تختار منهم اي واحدة ولكن طبعا احنا مش هنعمل كده بس احنا هنعملها الوقت اللي ان احنا بنعمل حساب تجريبي اه لكن بعد كده طبعا لأ بتكون محضر صورة واحعلمك ازاي تعمل اه صورة وتزبط الدنيا تعالوا مسلا ده مسلا اختار مسلا ايه لو انا هتعامل مسلا مع التكنولوجي او الازياء الاختار دي بس ظهرها لي كده ممكن تختار اي صورة تانية ممكن تختار دي اختار دي اختار دي يعني ازي لايك تمام اه بس يعني حاجة بصراحة عظيمة لكن احنا هنشتغل قلنا مسلا هنعمل السور ده لالازياء حلو حلو انا حفزتها خلاص بقت شيء باش راح تفيل احنا المفروض نعمل تمام كده هو هيسيفها دلوقتي تمام حلو لو نزلت تحت اتبالك انا في الامج وستيكست اوفر لي لها تحت الهيدر هلاقي الامج انا لو ضغطت عليها كده هلاقي تلات اختيارات طب هيخليها لي فوق يا اما ميدل يا اما باطل انا افضل ايه افضل حاجة انا بستخدمها دايما ميدل يعني خليها كده في الوسط طيب اللي اوت بتاعي ولا فيكسيد ويدز زي ما انت عايزه ولكن هي افضل حاجة طيب الارتفاع بتاع الصورة عايزه ايه في عندي بص اكسترا سمول سوية قوي ستبقى بالشكل ده في عندك ودي هقل شوية وبعدين في عندك في عندك تمام وفي عندك كمان ايه وتبقى لك مع كل اختيار بيتغير ايه بيتغير الشكل طيب هو افضل حاجة ايه يا معلم بص دايما نخليك في الوسط يعني انا بحبزها وممكن الناس تقول لك يعني لو انت عندك صورة مسلا ايه تخليه بالضبط على الصورة فسيا او يعني ادابته هتبقى افضل طيب بصوا انا ما بحبش يعني انا ده عمري ما استخدمته في طيب انا مش عايزه فبالتالي مش هستخدمه فهعمل ايه شايفين هنا ده لو نزلت ساعة ده هعمل له وهنا برضو انا مش عايزه طيب انا هحط ايه بص لو نزلت كملت نزول هلاقي حلو ممكن اقول له ايه مسلا شب ناو مسلا كده انا ايه كده انا اضفت آآ باطن وهروح على الباطن آآ لينك وهقول له برودكت مسلا وروح على اول برودكت حلو الكلام حلو الكلام كده انا ايه زبط ايه طب انا مش عايزه انا انا ما بحبوش يعني انا مش مش بفضله ولكن ايه يعني لو انت حابب حلو الكلام يبقى انا كده زبط هقفل كده كده انا عملت ايه المحاضرة دية زبط فوق ان هو يكون فيه لليوزر او وبعدين زبط المحاضرة اللي جاء ان شاء الله هنبدأ نزبط هتقول لي طب اللي تحت ده بص لو انا قفلت كده من السهم ده هيقفل ده كله بص انا اشتغلت من الهيدر وبعدين خبالك تقدر تغير الاماكن شايف لما روحت عليها كده اقدر اعملها كده اجيبها تحت عادي وادرات الله هفوق برضو طيب انا فيه مسلا مش عايزه يعني مسلا زي السكشن ده انا مش مش حابه مش حابه مش حابه خالص اللي هو ده تمام يعني هحط فيه ملوش اي لازمة هي بالزحمة عالفاضي طيب فانا عايز ده فهعمل ايه هحدده الاول كده اه اللي هو لا مش ده اللي فوقه اللي هو ده هجيبهولي وهيجيبلي تحت هضغط عليها كده بس شكرا الحاجات دي مسلا في عندي تحت كمان فهقول له ده انا هعلمك ازاي تعمل المتجر بقى شغل جامل بقى يعني هو الشغل اللي بجد عشان كده هتلاقين الكورس ده ماشي معك ببطء وبديك الخلاصة زي ما بقوله يعني اه تكست وز امج ولا والله مش شايفينها لازمة برضو ولكن خليها وبعدين عندي الفيتشار كوليكشن يعني هنتكلم فيه كلام ده ممكن نضيفه احنا بادينا يعني بس احنا مش عايزين نسبة الاحداث عشان بتوهاكش لان الكورس انا قلتلك ااا يعني بدء معاك من السفر طب انا خلصت لو انت بصيت فوق اخر حاجة هنقولها هتلاقي علامة الكمبيوتر صح? هضغط عليها كده هيجيبلي العرض في الموبايل بص ده شكل الموقع بتاعك على الموبايل كمان على الفولشين وهنا الديسك توب. حلو? دايما انت راعي ان انت دايما تشوف شكل موقعك ااا على الدنيا بتاعتك. شايف وراه على البرودة حتى لو انا دغط على الديسك توب. تمام? كده انا خلص تعالي نقول له كده انا اا زبطت الدنيا بتاعتي كبار وكصورة. نرجع. طيب خد بالك انت الموقع بتاعك دلوقتي اونلاين او لو انا رحت على دومين ده. طيب لسه دومين قصته وقصته هنتكلم فيه اا بعد كم محاضرة. هتلاقي عندك هنا. كونكتد اسم الدومين جو ستور لو انا خدت ده كده كبي. وجيت كده وعملت كده وبست. بص ده الستور يعني الستور اولاين. يعني الستور اولاين. واي تعديل عليه بيتم اهو زي ما انت شايف بيجي. هنا لو ضغطت على شوب ناو هيوديني الفين لالبرودكت. بص اهي. بس انا ما عنديش برودكت اولاين. اوكي? فانت اولاين. اولاين. فانت الستور بتاعك اولاين. كده انا المحاضرة دي تعلمت ازاي اضيف بار. تعلمت ازاي اضيف ايميج للموقع بتاعي على حسب التخصص. وتعلمت احذف داخل المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنتعلم ازاي بقى نتعامل مع المينيو دي هنا الهوم والكاتالوج. لازم اضيف بقى حاجة اللي هي اضيف مسلا اباوت اس. كلام ده كله مهم جدا يعني. مش مش ينفع بتاعك يكون من غيره. ده هلتعامل فيه ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بازن الله. فالمحاضرة دي بس انا عايزك تذاكر ده. وما وما تفوتش محاضرة. والكورس ده مبني زي ما انت شايف بطريقة مختلفة. فياريت تطبق اللي فيه. علشان تنوصل مع بعض ان شاء الله لنتيجة ترضيك وترضيني بازن الله. شوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية.